في الأول بالنسبة كاس العام للأندية في ناس بتصور مثلا مع أرنالدو يعملوا عليها حفلة ما بقى لك أنت بتلعب ريال مدريد في نص نهائي كاس العالم للأندية يعني في مسابقة رسمية وبتلعب ريال مدريد فالنادي الأهلي بيحطك في أماكن تانية وفي حتة تانية مختلفة أريد أن تكون لها مرضي سألت تشير في مصر أه أه طبعا بس أنت لما تلعب في كاس العام للأندية النادي الأهلي السنة اللي فاتت كانت المشاركة التامنة مع مارس الكولر كانت المشاركة التامنة لي في كاس عام للأندية كانت على فكرة بالمناسبة لو استعرضنا الإحصائية أنا معي إحصائيات لمارس الكولر تحديدا لأن أنا بشوفه أن مارس الكولر يعتبر راجل الموسم من وجهة نظري في النادي الأهلي تحديدا في كرة القدم لأنه عمل حاجات كتير أول حاجة تعال نشوف أرقامه هو طبعا حقق خمس بطولات قدامنا على الشاشة دوري واثنين سوبر وكاس مصر ودورة أبطال أفريقيا وحتى كاس مصر الجديد وصل لنص النهاية بتاع كاس مصر يعني حقق الأهداف كلها خسر بس كاس عام للأندية لعب ستين مباراة كسب أربعة واربعين اتعادل حداشر وخسر خمسة ده في جميع البطولات الأرقام دي في جميع البطولات نسبة الفوز لمارس الكولر تلاتة وسبعين في المية تلاتة وسبعين وتلاتة من عشر ده رقم كويس جدا يعني تقريبا تلاتة أربعة المطشاط السنة النادي الأهلي كسبها أحرز لعاب النادي الأهلي 111 هدف وده رقم كبير جدا فرقة بتجيب في الميت جون في الموسم ده رقم كبير أو حافظ على استقبلت خلينا الأول استقبلت شباكه أهداف 35 هدف حافظ على نظافة شباكه في 38 مباراة من 60 يعني انت بتتكلم في أكتر من النص مطشاط النادي الأهلي خرج بشباك نظيفة فدليل على الكوى الهجومية والصلابة الدفاعية فاز بثلاثية يعني بتلات أهداف 14 مرة بأربع أهداف أربع مرات فاز بثلاثية برضو 14 مرة فانت تخيل كسبت 2-14 مرة كسبت 3-14 مرة كسبت 4-4 مرات طبعا تفوق على نادي الزمالك مرتين في المباراة الكبيرة يعني مرتين أو 3 مرات تفوق على بيرامدز وكل المباراة مخسرش من الزمالك ولا خسر من بيرامدز فالراجل محاق العلامة الكاملة بصراحة واحد من المكاسب الكبيرة جدا الموسم ده مارس الكولر لو بصت برضو على أرقام مارس الكولر في الدوري تعال نقيم الدوري زي ما كريم كان بيتكلم على نقطة الدفاع تعال نشوف هو أكثر الفرق تسجيل الأهداف في الدوري النادي الأهلي مع مارس الكولر 63 هدف أقل الفرق استيبالة للأهداف النادي الأهلي 13 هدف أكثر الفرق تحقيق للشباك النظيفة في الدوري 23 مباراة مارس الكولر 23 مباراة أكثر الفرق تحقيقا للفوز 25 مباراة أقل الفرق هزيمة خسارة من برامتز بعد حسم الدوري اللي هي كانت 3-0 فتعتبر دي برضو واحدة من الأرقام الممتازة لمرس الكولر في الدوري مع النادي الأهلي برضو تعال ننقل لدورة أبطال أفريقيا دورة أبطال أفريقيا النادي الأهلي مع مارس الكولر انتكلمت على الدوري تعال دورة أبطال أفريقيا النادي الأهلي حقق أعلى نسبة تسجيل أهداف السنة دي منذ بداية دور المجموعات مع مرسل كولر النادي الأهلي مسجل كان هتلاقي فيه الأهلي في دورة أبطال أفريقيا 20-23 حقك أعلى معدل تسجيل أهداف 23 هدف وده رقم كبير جدا أن النادي الأهلي مسجل برضو في كاسة العلم للأندية 7 أهداف ده أعلى معدل تسجيل أهداف للنادي الأهلي يعني أنت أعلى معدل تسجيل السنة دي في كاسة العلم للأندية أعلى معدل تسجيل في دورة أبطال أفريقيا وفي الدوري برضو محقق أرقام تهدفية كبيرة يعني دي مثلا في كاس عامل الاندية النادي الاهلي هو مسجل سبع أهداف ودي ما حصلتش فيه السبع مشاركات اللي كانوا قبل المشاركة التامنة للنادي الاهلي فده برضو يحسب ده دليل إن الراجل اختياره من الأول يحسب لجنة الكورة أو لجنة التخطيط بالنادي الاهلي ومجلس الإدارة اختيار ورهانهم على مارس الكولر إن شخصيته ليئة مع النادي الاهلي وإن هو مدرب عليها هجومية أنا كنت فاكره في الأول إنه هو هجومي بس برضو اللي حصل والتحول في شهر مارس والهزيمة من سانداونز إدته درس كبير إنه هو إزاي يلعب بواقعية أكتر وإزاي يقوي دفاعاته وشوفنا الكلام ده بقى في المباراة الأفريقية